السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كفاء وسلام على عباده الذين اصطفاء أما بعد ضيف شرفي هذا المؤتمر العظيم مؤتمر الكرامة الإنسانية مؤتمر أهل الحديث الخامس والثلاثين إمام وخطيب المسجد النببي صاحب الفضيل الشيخ القاري الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان حفظه الله ورعاه ونفع به لمة الإسلامية والإنسانية جمعا صاحب الفضيل أمير جمعية أهل الحديث مولانا أصغر علي إمام مهدي السلف ولمين العام وسائر المسؤولين في الجمعية ورئيس المؤتمر العظيم وأصحاب الفضيلة المشايخ وليوفنا الكرام من داخل الهند وخارجها أيها الحفل الكريم إن الكرامة الإنسانية اليوم في عصرنا الحاضر في الظروف الراهنة كرامة مهلومة كرامة مجروحة هناك عوامل كثيرة تؤدي إلى هذه الحالة الدنيئة من الانتهاك والذلال والتراجع والخذلان وعلى الرغم من أن الحضارات الحديثة الغربية تحيط بها الحروب والشحناء فشاعت الدمار والفساد وألقت الناس على شفاجر في النهار من العنف والانتقام بدل المسلك العفو والاحترام وقوّلت هذه الحضارات الحديثة الفتّاكة بنية الكرامة الإنسانية وسلبت الطمأنينة والقرار وإن استرجاع الأمن والتعايش السلمي يقوم على الاحترام المتبادل والتسامح والتعاب والاعتراف الوالح للكرامة الفردية والجماعية في إطال التلامن الإنساني وهذا هو ما يدعو إليه الإسلام الدين السمافي العالمي ولا شك في أن الأديان والشرائع المختلفة قد أدت ولا تزال تؤدي دوراً هامة في تهذيب النفوس الإنسانية وتحليتها بالكرامة والشرافة أيها الحفل الكريم خلق الله الإنسان في أحسن تقويم وصوره أجمل تصوير وكرّمه أفضل تكريم فشرفه بالعلم والعقل والتمييز ومنحه العديد من المواهب والمزايا ووهبه القدرة على التفكير والشعور حتى يقول في الفلاء والبحار والأفلاك والسيارات وصخّر له هذا الكون كلّ وأمر الملائكة بالسجود إلى أيها الفلل لكي تصانى هذه الكرامة وتحفل هذه المنزلة شرع الله سبحانه للإنسان العديد من التشريعات والتوجيهات ومولوع اليوم مولوع لوشجون وغصون والحديث عنه يطول وخير الكلام ما قلَّ ودلَّ وفي الختام ختامه مسك قوله تعالى ولقد كرَّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيِّبات وفلَّلناهم على كثيرٍ ممن خلقنا تفضيلًا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته